خلال الساعات القلائلة الماضية أعلن المتهدس باسم رئاسة الجمهورية السيد براء محمد عن توقيم ذكر التفاهم للسلام مع الحكومة في الثامن من الشهر الجاري مع لجنة الدفاع الذاتي بمنطقة ميسكي والتي يباث العمل والتفاعل في نفوس المواطنين لعجل العيش الكريم هذه المبادرة النبيلة التي تخذتها الحكومة لأجل الرأب الصدى بين المواطنين والقاتلين هناك في سبيل الاستقرار الاجتماعي والقائمين بأمر تنقيب الذهب في الولايات الشمالية تهديدا ولاية تبستي وهذا ما أهدث فرقا في السياسات الحالية لرئيس الجمهورية رئيس المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد إدسدبيتنو في هذا الظرف وأن هذه الاتفاقية المبرمة جاءت على خلفية الزيارة الاستطلاعية التي قام بها مدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية يوسف بوي بغرض تعبئة المواطنين للعيش معا بهدوء والتوافق تحت سقف واحد مواطنين كورماء وتندرجو مذاكرة التفاهم في سبيل تهديات الوضع والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي كما أن اللجنة المحلية للدفاع الذاتي التي وافقت على تبني مشروع السلم الاجتماعي لهو دليل على أهمية التقارب والثقة المتبادلة بين الحكومة والمؤسسات المدنية وهو ما يفتح الباب واسعا لإجراء المهدسات البنعة التي ترمي إلى تحقيق العيش المشترك وقبول الآخر وتؤزث بإعطار مبدعين يعمل على جلب السلام والأمن والرفاهية الاجتماعية وهذا ما يده إليه هرم الدولة رئيس الجمهورية رئيس المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس دبيتنو والذي يعلوه الأمل في أن يجعل البلاد والشعب الشادي أن ينعم بالاستقرار والسلام والوئام وأن هذه المبادرة يؤول إليها كثيرا في إهداة النقلة النوعية في عمليات السلم الاجتماعي وتهقيق الازدهار وأنه ما من شك أن تهدس هذه الاتفاقية صدا كبيرا للتلاحم الاجتماعي والعيش معا في هذه العراض الشاسية الواسعة التي يسعي لجميع أبناء تشاد الطامحين في استغلال سروات بلادهم بالطرق المشروعة وقطي الطريقة أمام العبثين وأدم إهدار الثرواد سودان دون منفعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر